السؤال الثاني اللي معانا النهار ده الرجاء تفسير الآية رقم 236 من سورة البقرة ولكم جزيل أشك الآية دي اللي بيسأل عنها السائل يقول الله تعالى في سورة البقرة في الآية 236 يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم أهل التفسير هم بيفهموا هذه الآية الكريمة وهي تحمل حكم شرعي خاص بمسألة المهور إنها نزلت هذه الآية الكريمة في رجل من الأنصار وقلنا إن أسباب النزول موضحات للمعاني هي بتعبر عن نموذج بشري حدست فيه المشكلة وكبت نزول الآيات فتتضح يتضح الحكم معها نزلت إنه فيه رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمي لها مهرا ما قالش مهرها قد إيه وقدره إيه فالراجل ده طلقها قبل أن يمسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل متعتها بشيء لهذا الذي طلق هذه الزوجة اللي مش مدخول بيها قال له أنت متعتها بشيء قال لا فالنبي عيسى والسلام قال له متعها ولو بيقلوا نصوتك يعني اللي بتحط الميوضة على رأس الرجل فده كان أمر قرآني كريم وبيان وتوجيه نبوي واضح جدا طبعا المتعة هنا ليه المرأة نوع من جبر خطرها ده طلق دي يعني زي المكتوب كتبها كده في مجتمعنا لم يدخل بيها وهذا الرجل لم يسمي لها مهرة ما حددش معينش المهر بتاحه فبالتالي لها فريضة لأنه المس هنا في الآية معناها النكاح والفريضة هنا معناها الصداق المهر بتاحه يعني يا معشر الرجال إذا طلقتوا من نساء ولم تمسوا هن ما دخلتوش بيهم ولم تفرضوا لهن فريضة يعني ما حددتوش قدر للمهر فعليكم لهن المتعة الله تعالى يقول ومتعوهن أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على قدر أحوالكم أيها الرجال في الغنى والفقر كل على قدر يساره وإعساره يعني هو ربنا موسع عليه وسع ده من باب الإحسان أنت حلك على أده على قدرك يعني هو ده معنى قوله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره يعني كل واحد على أده طاقته اللي ربنا موسعها عليه يا سيدي إذا أعطيت في الخير زيد لك فيه وانت حلك على أده ادي على الحال اللي أنت على أده وده تشوفوا عظمة الإسلام في التعامل مع المرأة حق أن يكون لها دي التي لم يدخل بيها طلقها ولم يدخل بيها ولم يسمي لها مهرا يقول له جبر خاطرها يطلع لها شيء تجبر بخاطرها وتحسن إليها إذا كان انت ربنا أمرك بالإحسان إلى جميع حلق الله أكد في الإحسان التي طلقتها شفت عظمة هذا الدين هكذا تقرأ الأحكام وينظر إلى مرامي والأحكم من وراء هذه الأحكام اللي فيها جبر لخاطر هذه الزوجة اللي كسر حتى لو هي اللي رغبة في هذا الطلق حتى لو إنه الطلق أنتوا اتفقتوا عليه كسرة فيه كسرة الخطر فقال له تجبرها تديها عطاء تتمتع به شوفوا جمال هذا الدين اختلف بقى العلماء في مقدار المتعة يعني مثلا نقل عن السيدن أبي حنيفة رضي الله عنه إنه يعني قدر نصف صداق مثلها على قدر النصف يعني شوفوا إيه مهر مثيلتها يطلع لها نصف اللي في مستوى الاجتماعي مهروم قد إيه يبقى نصف لإنه مش مدخول بيها ولم يسمي لها مهر عن الإمام الشافعي وأحمد قال لك دي بتتقدر المتعة بتاعتها على قدر إيه يساره وإعساره إنه إيه قدر يساره هذا الذي يطلقها وإعساره فيكون مقدرها باجتهاد الحاكم ولي الأمر ونقل عن أحمد برضو إن المتعة بقدر ما تجزئ فيه الصلاة من الكسوة إنه يعني يكون شيء تقدر تنتفع به ولو في هذا القدر طيب إحنا بس حبينا نطوف كده على اجتهادات الفقهاء في المسألة عشان نفهم العقل الفقهي المسلم كيف يفكر في النصوص الشرعية ويجتهد فيها وبعد كده بيجي بقى الأمر ليه المؤسسة الإفتائية إنه الأمر مثلا في الديار المصرية إن الطلاق إذا تم قبل الدخول ولم يكن هناك تسمية للمهر فللمرأة حق المتعة كما ذكرت هذه الآية الكريمة ويقدرها القاضي على حسب يسار الزوج وإعساره بأن الإفتاء خدت بعقلة هذه الآراء كلها وخدت بالرأي اللي بيناسب الوضع والحالة المصرية إنه القاضي هو اللي حيقدر بالنسبة لهذه الحالة كيف يكون مقدار متعة هذه الزوجة التي لم يدخل بها زوجها والتي لم يسمي لها مهرا لم يحدد لها مهرا لما يطلقها في الحالة دي قال لك الأمر للقاضي على حسب يسار الزوج وإعساره يقدر كيف تكون أو ما هي قدر متعة هذه المطلقة التي لم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فإن تراضي في الحالة دي لو رفعوا الأمر للقضاء لكن إذا تراضي على شيء يعني اتفقوا بينهم أنا خلاص يا بنت الحال كل واحد مننا حيروح لحاله أو مع أهلها وأنا المتعة بتاعة القدر كذا فلا بأس يعني التراضي باب واسع وعايزين نأكد أنه يصير الأمر في هذه المسألة للذي يسأل عن تفسير الآية لأنه بيسأل عن الحكم فيها إنه يصير الأمر بالتراضي أو بالتقاضي بالتراضي لو اتفقوا الاتنين الأهلين أو الزوجين على قدر المتعة بتاعته أو بالتقاضي إذا اختلف فرفع الأمر للقضاء عن طريق ما يحدده القاضي من قدر المتعة التي تجب لهذه المطلقة هذه التي تم عقد الزوجها دون دخول ودون تحديد للمهر والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر